الأسواق الأوروبية أغلقت تداولاتها هذا الخميس بمعظمها على تراجع برصة لندن سجلت تراجعا بمعدل 27 نقطة برصة فرانكفورت سجلت انخفاضا بمعدل 39 نقطة أما برصة باريس فسجلت ارتفاعا بسيطا بمعدل نقطة واحدة التراجع في معظم البرصات يعود إلى القلق بشأن أزمة الديون اليونانية فوزير المالية الألماني استبعد اتخاذ قرار بشأن تقديم مساعدة مالية لليونان الأسبوع المقبل اليورو سجلت تراجعا أمام الدولار لكنه ما زال يعادل دولارا 21 سنتا أما سعر برميل نفط البرند فسجلت تقدما بسيطا ليبلغ ما يعادل 107 دولارات